الأيام اللي فاتت كان فيه أكتر من أحدا في عالم يشغل الناس على السوشل ميديا وطبعا بيجي في مقدمتهم الانتخابات الأمريكية والمناظرة اللي حصلت بين ترومب وكاميلا هاريس والتطورات الخطيرة اللي بتحصل في الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة الحقيقة إنه الأحداث دي كلها خلت الناس عندهم أسئلة كتير قوي وبما إن الموضوعات السياسية دي بيكون صعبة ومعقدة فهيكون معنا النهاردة ضيف المحتوى بتاعه على السوشل ميديا بيتميز دايما بأنه سهل وبسيط وأي حد يقدر يفهمه ويستوعبه بسهولة حتى لو كان الموضوع معقد جدا ونوارنا الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور أهلا بك يا شريف زيك عملي الحمد لله مبسوطا أنت رجعت تاني ده أنا أكتر بجد مرسي يا شريف أنا أول حاجة عايزة أعرفها أنت شخصيا إيه أكتر الأحداف العالمية اللي بتحصل لشغلاك اليومين دون بصي إحنا بقالنا فترة الترندات العالمية كلها هي حروب بسلم حروب يعني أنا اشتقت للزمن الجميل لما كان بيطلع ترند بسبب ممثل عمل حاجة أيها الزم مهرجانة إيه الحاجات الجميلة دي إنا ما إحنا كلها حروب يا أمراض وفيروسات يا أمراض طبعا قبلها لكن أعتقد أنه الأيام الأخيرة كان أكتر ترند عالمي ويهمنا إحنا بشكل مباشر هو اللي حصل في لبنان وموضوع التفجيرات اللي حصلت واللي تطورت وفيه احتمال دخول حرب كبيرة في لبنان طيب نبتدي بالأحداث اللي بتحصل دلوقتي في لبنان حادثت البيجر طبعا اللي قصرت الدنيا كلها عالميا طبعا على السوشال ميديا حكي لنا عنها باختصار الفكرة في حادث البيجر أنها حاسة جديدة طريقة جديدة أنه يتم تفخيخ أجهزة البيجر أجهزة البيجر دي هي أجهزة نقدر نقول أنها أجهزة صل متخلفة قديمة جدا يعني أنا فاكر أنه مثلا من 15 سنة قبل الموبايل حد الدهاني هدية على أنه ده جهاز ما بيقاش حد يستخدمه البيجر ده جهاز فيه شاشة صغيرة جدا بيجي لك أنه الرقم ده بيكلمها بالزبط فأنت تروح تكلمه فكان حزب الله بيعتمده على أساس أنه ما فوش حاجة ترائد صح معروف حتى الموبايلات القديمة اللي هي بزراير دي صح صعبت المرائبتها فما بالك بجهاز البيجر ده ما فوش أي حاجة فكان بيبعت للقواعد بتاعته عن طريق البيجر رسالة فيروح على قرب خط أرضي واتصل على أساس أنه يكون الموضوع يعني ما فوش دايرة حد يقدر يخترق فإسرائيل قدرت تفخخ أجهزة البيجر دي وتفجرها وحصلت وفيات وإصابات في يوم واحد في عملية ما شفناش قبل كده إزاي ده حصل فيه توقعات كتيرة فيه توقعات دفعة الأجهزة البيجر أخيرة اللي هم استلموها كانت مفخخة أو أن هي تحط لها برنامج يخليها تنفجر يخليها تسخن البطارية بتاعتها تنفجر محدش عارف بالزبط إيه اللي عملوه ولكن اللي عملوه هو حاجة نقدر نقول أن هي بتغير شكل المواجهة اللي بتحصل أنت قدرت أولا فيه خيانة طبعا طبعا كبيرة حصلت مدنيين لا فيه خيانة كبيرة من اللي سلم الحاجة البيجر طبعا وفيه اختراق لشبكة الاتصالات اللي موجودة اللي هي مفروض شبكة الاتصالات مغلقة فيه اختراق من بره أنهما عرفنا أن فيه واحدة عينوها من كم سنة عشان هي توصل أن هي تعمل ده في الناس بتخطط على مدى بعيد المدنيين دايما مأزيين بس إيه اللي هيحصل بعد كده دينا شفنا حزب الله عمال ياخد ضرباته وهو مش عارف يعني هو كان مسك نفسه أنه هو يرد حتى إيران حصل فيها الضربة ومحدش أنه يعني مقتله فيها الشخص ومحصلش حاجة فإيه اللي هيعمله حزب الله؟ حزب الله بعد لما هم عملوا موضوع البيجر راحوا عملوا سلسالة ضربات جوية قاتلوا فيها مجموعة كبيرة من قيادات حزب الله قيادات حزب الله حتى ما بيشروش بيجر فنزلوا العرفون ده فيه واحد كان في اجتماع تحت الأرض بدورين فبعتوا طيارة طيارة ضربت المرنة وبعد كده ضربت ضربة بعدها عشان توصل لتحت الأرض عدد كبير من قيادات الصف الأول مات استشهدت وتقتلت الفترة ديت وفي منهم بعدها بيومين حصل ضربة تانية حصلت يوم الاتنين قاتلوا فيها عدد تاني من الناس حزب الله هيرد إزاي؟ حزب الله ضرب كم ساروخ لغد الوقتي هو تقدري تقولي هو واقف في منطقة مش عارف يعمل إيه هو لو رد إسرائيل هتخش تعمل ضربة شاملة هتدمر فيها كل حاجات اللي هو بناها الفترة اللي فاتت وعد دمر كمان اقتصاد لبنان اللي هو أصلا لبنان في أسوأ فترة مر فيها الحرب الأهلية أنا عندي أصدقاء لبنانيين روحت لبنان كتير جدا الحرب الأهلية لما كانوا اللبنانيين بنقوتوا بعض كانوا عشان حسن من دلوقتي يعني كان فيه اقتصاد وكان فيه ماشي والدنيا ماشي إنما دلوقتي هم اقتصادية مدمرين تمام فتخل لما تحصل ضربة تدرب لهم هم أصلا عندهم ما فيش كهربة بجي لهم الكهربة كم ساعة في اليوم صح فتدرب الكام ساعة كم يوم دول المياه على طول فقط على الكام وما فيش حد هيساعتهم وما فيش حد هيحل المشكلة لإن هي بقت ساعة ساعة صراعات جنبه سوريا هي كمان مضروبة وفيه ناس كثيرة بتلعب في المنطقة حتى إيران اللي هي كان بتسانيتهم فإيران هي كمان عندها مشكلة هي مش عايزة تخش في سراع مباشر مع إسرائيل فساقية تروح تدرب منشآتها النووية اللي هي عايزة تستنى عليها شوية عشان تكون وصلت درجة أعلى شوية انت بتتكلمي في وضع معقد عارفة زي الصراع بمتعة الديوك هما اللي اتنين بيجروا يا إما هيخبطوا في بعض ما قوتوا في بعض يا إما معتملين على إن في واحد منهم هيقلق في وسط الجاري فيحوض فالتاني يكامل والتاني هو اللي فاز مين اللي هيحوض في الاتنين ديوك في الضربين في بعض ما نعرفش طيب على السوشيال ميديا اختلفت الأراء بين الوضع حاليا في لبنان يعتبر مناوشات بين الطرفين وأنه هيخلص والرأي التاني طبعا كان عكس ده تماما وبيقولوا أنه لا ده هيحصل حرب والموضوع هيوسع وهيكبر أكتر من كده بكتير انت إي رأيك رأيي أنه مصلحة إسرائيل أنه الموضوع يوسع ليه مصلحته أنه يوسع لأنه الموضوع في غزة هو حق اللي هو عايزه فبقى هو محتاج لحاجة يفضل يعمل فيها وخود اللي هو بيعمله ويقول أنا بعمل لكم انتصارات ينقذ رئابته من الحساب اللي ممكن يتحذبه بصعب اللي حصل في 7 أكتور بالزبط فهو الخطاب بتاعه تشوف حتى الخطاب اللي قاله من يومين هو الرجل بيتكلم أنه أنا هتهر منطقة فيه دلوقتي عندنا مشاكل في الحدود الشمالية فأنا هخلص على المشاكل في الحدود الشمالية فبالتالي هو عايز يدفع الوضع بكل طريقة أنه هو يوصل لحرب في نفس الوقت العالم كله الانتخابات في أمريكا مخليها أمريكا مفاشل استخرار فبالتالي مفيش حد يقوله أوقف أو السنة أو يضغط عليه يعني الوقت مهيئ بالنسباله وأنه يعمل لو هو عايزه لغاية لما يجي رئيس أمريكي جديد ورئيس الأمريكي ده يستخر في مكانه ويكمل إدارته اللي هو بيعطي 6 أشهر لغاية لما يستخر فكون عملت اللي أنا أعيزه